مرحبا اتفاقوا في القرآن اليوم هو المراجعة لما أخذناه في الوحدة الثامنة لذلك نستعد لحل تمارين هذه المراجعة ونفتح كتابنا الworkbook لنبدأ الجزء الأول من المراجع وهو القراءة عن ماذا كان الكاتب ضده كان كاتب ضد حضائق الحيوان كم شخص رد على البوست اللي نزلته عنا جولي كان هناك أربع ردود من أربع أشخاص أي واحدة من الكلمات الموجودة عنا تم ذكرها في عنا الويب بيج في الترس فوتوز ولمع كابتشن أدريتزمينت ممبرشيب أفر كوستشنير كوز وريلاتت لينكس the correct words are أدريتزمينت ممبرشيب أفر وآخر واحدة ريليتت لينكس نحط تحتهم خط ننتقل إلى جزء الثاني وهنا الوكابير المفردات سوف نقوم بكتابة النفي باستخدام الإضافة القبلية اللي هي عنا M و N وإحنا أخذنا أبل عفوا إذا كانت الكلمة تبدأ بحرف ال-B فإننا مباشرة نضع M وباقي الكلمات نستخدم محاق credible the correct prefix is in possible is impossible تصبح perfect imperfect visible invisible direct indirect patient impatient now exercise three write a homophone for each of these words الhomophone إحنا قلنا كلمات متجانسة رفضية لها نفس اللفظ وتختلف في المعنى والكتابة should should male allowed allowed flow flow وكلها يطلب نفس اللفظ ولكن اختلفت عنا بالمعاني complete the word with c-i-o-t-i طبعا حكينا c-i-o-t-i إذا إلو بكلمة يكون صوتهم ish ونبدأ بالكلم الأولى appreciate بمعنى ثمين patient صبور cautious حذر و ancient قديم mighty students write down the answers on your book and now let's go to grammar part it's part three exercise number one complete these sentences use the verbs in a bracket use the correct model سوف نقوم بإكمال الفراغات ومجرد في هذه الجمال باستخدام الأفعال الناقصة الصحيحة الأولى تطبيق على قاعد if you are interested in animals you will enjoy this nature program number two the students will see the king's crown if they visit the museum see the sky is dark and I think it may rain perhaps we should go indoors this is a new dress and I must send to get wet or mom will be cross هنا لاحظة الأعزائي الطلبة أننا استخدمنا فعال المدلس هي فعال الناقصة في الجملة الأولى والجملة الثانية كان استخدامها مع قاعدة F conditional type 1 والثالثة والرابة هي C و D كان استخدامها لوحدها now exercise number two underline the correct phrase تعخط تحت الفريزة المناسب للجملة the king could not هل هي الإجابة الصحيحة could over get rid of ولا get out of the death of his son الملك ما قدر يتجاوز أو يتخط حزنه على موت ابنه the correct answer is get over حط خط تحت get over now part four writing complete these features of expressing a point of view لنكمل الخصائص تعبير عن وجهة النظر لشيء أنت حابب تكتبه ويقرأوه الناس خليوا شوه مكتوبة عنا in the first paragraph هي الإجابة الأولة بالفراغ الأول paragraph you must say what you are writing about in the following paragraph you write your reasons the second answer is reasons for your view when you give your opinion you write in the first person لما ديجي تعبرا عن رأيك بدك تستخدم عنا the first person وشرحناها من قبل now my dear students write down the answers on your book